موسيقى نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت دراسة أمراض اللثة من الممكن أن تؤدي لسرطان المعدة فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن التهابات اللثة ربما تزيد خطر الإصابة بقرحات في الجهاز الهضمي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة وركز الباحثون على أمراض اللثة وهي الالتهابات الخطيرة في الفم الناجمة عن الإصابة ببكتيريا في طبقة البلاك في الأسنان إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت خرق أمني يؤدي إلى سرقة الملايين من عملة بيتكوين فقد تمت سرقة محتويات المحفظة الرقمية التابعة لشركة نايس هاش للعملات الرقمية والتي تضم ملايين الدولارات من عملة بيتكوين التابعة للعملاء في خرق أمني كبير حصل في وقت مبكر من يوم الأربعاء السادس من كانون الثاني 2017 وإلى صحيفة اليوم السابع تطبيق وهمي لتداول العملات الإلكترونية ليتصدر متجر أبل فقد تمكن التطبيق وهمي من التسلل ليصبح ثالث أداة التطبيقات المالية شعبية على متجر أبل ستور بهواتف آيفون وأجهزة الآيباد خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ انتحل هذا التطبيق المزيف اسم وطريقة عمل تطبيق ماي إيثر بولت للعملات الإلكترونية واستطاع التحايل على أدوات تحقق أبل والوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى في فئة التطبيقات المالية صحيفة الوطن عنونت التغذية السيئة في الشتاء تهدد المناعة والقلب والجلد فقد قالت أخصائية إن التغذية السيئة أثناء فصل الشتاء تتسبب في حالات الإصابة بأمراض القلب وضعف المناعة وكذلك أمراض الجلد كالتجعيد وأيضا الشيخوخة المبكرة لأن الجسم يحتاج في هذه الأوقات إلى أغذية خاصة تزوده بالطاقة الكافية وتحميه من نزلات البرد بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات صحيفة الوئام السعودية واتساب يتوقف عن العمل على الأجهزة القديمة إذ يتوقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بحلول يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري وفق توقعات للشركة في بيان مضيفة أو نقل موقع إكسبريس عن واتساب قولها إن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الأجهزة القديمة مضيفة أن التطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف